اشتركوا في القناة هذه الحفة ان شاء الله سنتعمف على كيفية الرعاية والعناية بها فبقوا معنا بعدها تفاصيل ان شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله المكحلة او راديسكانتيا نبات خارجي من مسمياتي الاخرى هكابيا ويذرع كنبات تحديد او محلق كما يمكن تربيته كنبات داخلي موطنع المناتق المدارية من امريكا تمداز المكحلة بسرعة النبو وقلة العناية يظهر طوان العب ولكن على فترات كما ان اظهر صغيرة حجم وحن تكونوا بلون ابيض او برفجي او ورضي وتعتبر نمية حلق من النباتات المغطية للطربة يتحمى النبات الملحة للجفاث وبع ذلك فانه ينصح برأيه باعتداد خلال الاشهر الدافئة وقليلا خلال الشتاء وفي حال رغبزك في الحصول على فيخان واوراق ثميكة وقوية فانه ينصح بعدم ترك النبتة الجفر فترات طويلة بشكل هذا سواء كنت تزرع نبتة المكحلة في الداخل او في الخارج فانه ينصح برأيه جيدا مرة واحدة على الاقل كل سبع الى عشرة ايام خاصة خلال موسم تفتح في اسهر الصيف واما في فصل الشتاء البارد فانه ينصح برأيه مرة واحدة كل ثلاث اسابيع تلائم اغلب انواع التربة لكن تنمون ابتة المكحلة بشكل افضل في التربة خفيفة الوزن والمثامية والرطبة وهل انتباه الى ان تكون التربة جيدة تفريف للمياه ويدكر ان هذا النبات يتحمى النداخ الواسع من دراجة حمود التربة الى انه يفطل ان تتراوح دراجة حمود التربة من الحامزية قليلا الى القلوية قليلا يفطل الاماكن الرطبة نثف الضليلة كما يحتاج الى اشعة الشمس الكاملة للحصول على افضل الالوان ويمكن لهادى النبات النمو في مناطق الدول اليسئية ولكن سيؤدي ذلك الى ضغور السيخان باللون الاخضر بدلا من الارجواني مع الانتباع الى ان نتعرض نبات المتحرة الى الكثير من ضوء الشمس المباشر حد يؤدي الى احتراق اوراق النبتة كما يعد من النباتات التي يمكن زراعتها داخليا لذا فان في حالة زراعتها في الداخل فينصح بوضعها في مكان تتعرض فيه النبتة لاكبر خطر ممكن من الضوء اي حوالي 80 ساعات على الاقل من ضوء الشمس الصادع غير مباشر حيث يمكن وضعها بالقرب من حافة النافذة وفي حال لاحظت انه بدأ يتمدد وان هناك مسافات طويلة بين اوراقه فان ذلك يعد مؤشره لحاجته الى ضوء الشمس لذا فانه ينصح بنقل نبات على الفور الى مكان يتعرض فيه لاشئة الشمس بشكل اكبر وبالرعم من انه يمكن لنبتة المتحلة النمو في درجات الحرارة المختلفة باستثناء الثقاء الى ان اصول النبات المتحلة تحود الى المناطق الاستوائية وجبه الاستوائية لذا فهو يفضل النمو في بيئة تتمتع بالرطوبة العالية ومن الجدير بالدخر انه يمكن جراعته في الهواء التلخ على نظار العام في المناطق التي تتراوح فيها درجات الحرارة بين 18 و 27 درجة مئوية وينصح بجراعة هذا النبات في اثنث لنقله الى الداخل في حال كانت درجات الحرارة تقل عن 10 درجات مئوية وفي حال قمت بجراعة نبات المكحلة في منطقة جافة فانه ينصح بترتيبها من خلال وضعها في مكان الرطوب في الداخل مثل المطبخ حيث ان الهواء الجاف يؤثر على الاوراق بشكل سلمي يفضل تقليم اطراف الاغصان للحصول على نمو كتيف وتهديم النبات بنجل افرع اليابشة وتنظيف ارضية النبات وعند وجود الخلفات يفضل فصلها عن الام بغرثها في مكان اخر لا تحتاج لم تضميح على عموما الى الثمات ولكن يمكن اضافة الثمات بعد تخفيفه الى النف ويتم مده بالثمات المتعادل دائما في الماء مرة شهرية للحصول على نبات نظر حيث يتعرض لبعض الامراض مثل ضعف الفيخات بسبب تلة الري او قلة تفنيد وتلون اوراق باللون البوني بسبب الاصابة بالحلم العنكوبوتي وفي هذه الحالة تقطع الازاء المصابة وتغسر الاوراق بردال الماء اما تكاثره فيتكاثر بالعقل الساقية وبالخلفات وبالترقيد الارضي كما يمكن تكاثر بالعقل الطرفية بحيث لا يعقل طولها عن 20 سنتيم ثم وضعها في اناء بهما حتى تنمو لها جذور كتيفة ثم تغرس في الطربة في المكان مرغوب او في اصص الى هنا اخواني واخواتي تنقون قد اتمنى حلقة اليوم من حلقة برنامجكم ورث الضري دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة